عايز اعلق بقى تاني على موضوع ما كونش حابة بتكلم فيه لاني مش عايز اتكلم الا عن النادي الاهلي وماتشاته بس لكن بصراحة يعني مش استفزني يعني استوقفني كده حديث لمستر باتريس كارتيرون اللي هو مدرب الفريق المنافس اللي هو نادي الزمالي الرجل مش عارف هو عايز يعمل ضغط على النادي الاهلي ولا عايز يعمل ضغط على الفرق اللي هتقابل النادي الاهلي الفترة اللي جاية اللي هي الفترة الحاسمة بقى اللي همها الخامس ست ماتشات الاخرانيين قال لك ايه قال لك نصريح غريب جدا قال لك ان اتحاد الكورة قتل روح المنافسة وبالتالي ماتشات الاهلي اللي جاية ودية ماتشات الاهلي اللي جاية ودية طب نقف هنا ونتكلم عن اتحاد الكورة اتحاد الكورة عمل ايه اقول لك ان اتحاد الكورة عمل ايه اتحاد الكورة حدد الفرق كان اخر كلام ده حدد الفرق اللي حتمس المصر في بطولات أفريقيا حدد الفرق اللي حتمس المصر في بطولات أفريقيا لهي النادي الأهلي نادي الزمالك وبناء على مباريات مبارح كان مستني بس نادي الاتحاد مع نادي الزمالك كان فيه نادي اسموحة أول أمس ولكن فشل في الفوز فدخل فيرامتس فقاله الأربعة اللي داخلين البطولات الأفريقيا السنة الجاية أو الموسم الجاية كويس؟ فهو قال لك النادي الاتحاد الكورة عفواً الاتحاد الكورة قتل المنافسة ليه ساعتك قتل المنافسة أنا عايز أعلم وليه ما تشات النادي الأهلي اللي جاية والدية قال لك أنا هلاعب ده مستر باتريس كارتيرون قال لك أنا هلاعب الفرق اللي تحت اللي هي بتعاني وبتحارب وبتصرع على إنها البقاء اللي هي بتحاول تهرب من الهبوط طيب حضرتك يعني هنتكلم هنتكلم باختصار وهنتكلم بكل احترام حضرتك يا أمة بتتناسى أو نسيت أو بتحاول تصدر الضغط للفرق التانية وللنادي الأهلي طيب حضرتك وانت قاعد مريح ودحقك حضرتك وانت قاعد مريح ودحقك نادي الأهلي لاعب الفرق دي اللي حضرتك بتقول عليها فرق بتصارع من أجل البقاء وما تشاتها في غاية الصعوبة وحتلعب نادي الزمالك نادي الأهلي لعبها في ظروف صعبة جدا 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 وحضرتك قاعد مريح ودحقك ما بقولش إن ده ما كانش حقك ودحقك بدون لعيبة المنتخب الأولمبي بدون لعيبة المنتخب الأولمبي لعبنا الانتاج الحربي لعبنا الأول البنك الأهلي والانتاج الحربي وأسوان ودجلة هتقول لي هما ثلاثة بس لأن في دجلة كان اللعيبة المنتخب الأولمبي رجعت رجعوا يوم الأربع من اليابان اللي فرق بيننا وبينها ست ساعات في التوقيت وماتشينا احنا كان الأربع هما رجعوا الاثنين ماتشينا الأربع فمسطر المسلمين طبعا ما يقدرش يلعبهم ريحنا يعني إحنا لعبين أربع ماتشات في عشر تيام في عشر تيام بدون لعيبة المنتخب الأولمبي أنت مش هتلعبهم في نفس الظروف دي هل هل ميستر باتريس كارتيران مش متابع الدوري دي تبقى مصيبة ولو مش متابع الفريق الخصم اللي هو بي نفسك أصلا فالمصيبة أكبر المصيبة الأكتر إنه بيقولك إيه بقى إن الماتشات الجاية للنادي الأهلي ماتشات ودية وعلى ما أعتقد بقى نتبص على جدول الماتشات النادي الأهلي اللي جاية وبعدين كمان عايز أبص على جدول الدوري ياريت تجيبولنا تجيبولنا الكلام ده على الشاشة طيب أدي مبارات النادي الأهلي في الدوري المتبقية حلو النهاردة نادي الإسماعيل نادي الإسماعيل بعيد جدا عن المربع الزهدي ماشي طيب الأهلي وإنبي في الجولة 30 يوم السابت 14 أغسطس نادي إمبي أصلا بعيد عن المربع الزهبي طلاقه على الجيش والأهلي يوم الثلاثة 17 أغسطس أيضا طلاقه على الجيش بعيد عن المربع الزهبي الأهلي والمصري الجمع 20 أغسطس المصري أصلا حسم حسم بإنه ثالث فحسم حتة مربع الزهبي دي وإحنا عارفين كلنا عارفين كلنا النادي المصري لما بيجي لعب النادي الأهلي بيبقى عامل إزاي مش النادي المصري بس كل الفرق نكمل بس الجونة والأهلي هل الجونة ده مربع الزهبي أو قريب من المربع الزهبي طي اللي بعده أخيرا الأهلي وأصوان الأهلي وأصوان أخلي بالك الأصوان ده بيحارب على النقطة بيحارب على النقطة وشفناه الماتش اللي فاتمه عن نادي الأهلي كان بيعمل إيه لو لو الكلام مش مقتنع به مستر باتريس كارتيرون ياريت نجيب جدوى للدوري جدوى للترتيب لو مش جاهز أنا أقول لكم الفرقة دي كلها ما لهاش علاقة بالمربع الزهبي إلا النادي المصري إلا النادي المصري نيجي بقى لو لو ما خنتنيش الزاكرة لو ما خنتنيش الزاكرة ونسيت زي مستر باتريس كارتيرون هو مستر باتريس كارتيرون كان في يوم الأيام مدير فني للنادي الأهلي أعتقد أعتقد مش متأكد بالنسبة 100% ولكن أعتقد بالنسبة كبيرة إنه هو مرة قال في إحدى اللقاءات قال لو كل الفرق بتلعب مبارياتها تلعب مبارياتها زي ما بتلعبها ضد النادي الأهلي لكان للدوري المصري شأن آخر سيبك بقى من المربع والمسلس والكلام ده كل الفرق بتيجي تموت نفسها قدام النادي الأهلي وإحنا عارفين ده طول عمرنا إحنا عارفين الكلام ده طول عمرنا والكلام ده إذا كان مستر باتريس بيحاول إنه أنا مش عارف هو قصده إيه هو فعلا بيتكلم كده لأنه مباريح يعني هو بيتكلم تحس إنه هو يعني مستاء غطبان أرفان بس بس هو هو بيقول كلام هو مش مقتنع به هو بيقول كلام هو مش مقتنع به بس الغرض منه إيه بقى هو الغرض منه إنه عايز يعمل عليك ضغوط عايز يعمل على الفرق التانية ضغوط هي أصلا الفرق بتموت نفسها لما تيجي تلعب قدام النادي الأهلي لكن النادي الأهلي أكبر من الكلام ده كله بس أنا حبيت إن أنا أرد على مستر باتريس كارتيرون لكن اللي أنا عايز أقوله بقى إن الفترة دي النادي الأهلي كإدارة ولاعبين وجماهير وجهاز فني فاهمين جدا 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 إيه القصد من تصريحات مش هنبصلها هتقولي أنت تكلمت فيها أنا أتكلمت فيها يعني علشان بس مش استفزني أنا بس عايز أفكر مستر باتريس بإن الملشات اللي جاية دي مش ملشاته الدي وإن الكلام اللي هو بيقوله ده إحنا فاهمين غرضه إيه النادي الأهلي بيعتمد على نفسه وعلى فكرة النادي الأهلي مش هيهمه بقى بطولة وإحنا عندنا دولاب البطولات اتمالة وجبنا دلاب تاني ودلاب تالت ومش البطولة هي اللي هتخلينا إن إحنا نتكلم كلام زي اللي بيتكلمه مستر باتريس أو الناس التانية ما احترامي لكل الناس النادي الأهلي عارف نفسه كويس عارف قدراته كويس كلنا عندنا ثقة في قدراتنا جمهور النادي الأهلي عنده ثقة في قدرات لعبته في قدرات الجهاز الفني في قدرات المنظومة ككل الكرة ما زالت في ملعبنا الكرة ما زالت في ملعبنا ونتمنى تفضل كده الحاد إن شاء الله نهاية الدوري آخر الخمس ست مجاتل لفضلي مش هنبص لفريقك وانا النتائجك وضع طبيعي إن إحنا نتابع آه آه لازم نتابع صح لإن إحنا مش لوحدنا لكن الحمد لله إحنا مش منتظرين هدايا من حد مش منتظرين هدايا من حد ما احترامي لكل الفرق نادي الأهلي كبير كبير دايماً كبير بإدارته جماهيره بلعبته بيجهزته الفنية بمبادئه بتقاليده بتاريخه إحنا النادي الأهلي وفخورين إن إحنا بننتمي للنادي الأهلي إحنا النادي الأهلي بنعتمد على أنفسنا ومتمسكين مش بالدوري بس متمسكين بكل بطولة بنخشها متمسكين بكل بطولة بنخشها وإن شاء الله إن شاء الله يكونينا نصيب في بطولة الدوري السنة دي جهدنا وتعبنا وده موسم بصراحة أنا ما شفتش زي الموسم دوت صعوبة فيه صعوبات وضغطات جمدة جداً 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 عن نادي الأهلي ما مرتش عليه من سنين السنة دي من شهر عشرة لحد وقتنا هذا ما فيه صعوبات مرت على النادي قد ما مرت على النادي الأهلي السنة دي بصراحة النادي الأهلي كمان يعني هم الست ماتشات اللي فضلين منهم ماتشل إسماعيل النهاردة احنا عارفين ماتشات الأهلي وإسماعيل ماتشات اللي جاية كلها احنا اتكلمنا وقلنا كلها ماتشات كؤوس ماتشات اللي جاية كل لعيبة النادي الأهلي بتلعبها كأنه كاس نهائي لوحده نهائي لوحده ولعيبة النادي الأهلي عارفها ده كويس قوي ولعيبة النادي الأهلي عارفها ده كويس قوي والجمهور عارف ان احنا فيه ناس عايزة تودينا في حيطة تانية في ناس عايزة خلينا نركز في حدة تانية مش مع فرقتنا انما الجمهور بتاع النادي الاهل يوعي جدا 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 جدا